النصيحة اللي معنا النهاردة الحياة الصباحية اللي دايماً بنبدأ بيها تمانية الصبح هي خاصة بالنوم إنه لازم الشخص يحافظ على ساعات النوم المطلوبة في توقيتها المحدد علشان ده مرتبط بصحة القلب كان في دراسة منشورة حديثة نشرت في موقع اسمه Life Science Life Science بيقول إنه الدراسة دي قالت إنه الناس اللي بتعاني من الأرق وعدم النوم المنتظم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بي الأشخاص اللي هم بيناموا أو بينعموا بنوم منتظم طيب إيه علاقة النوم بالقلب؟ لأنه النوم هو اللي مرتبط بصحة الدماغ أو صحة العقل إنه النمخ هو اللي بيدي الأوردرز للجسم كله فبالتالي لما ببقى الإنسان ما بينامش كويس أو ما بينامش الساعات المطلوبة اللي هي من 6 ل 8 ساعات ده المعدل المتوسط فبالتالي ده بيأثر على تعطل أجساد أو أجزاء من المخ فبالتالي لما بتتعطل الأجزاء في المخ دي ما بتديش الأوردر للدورة الدموية فبالتالي ده بيأثر على صحة القلب كمان بيزود الفرص الإصابة بمرض السكر كمان الكلة الأوعية الدماغية بشكل عام عدم النوم ده شيء سيء جدا 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 علشان الناس اللي بتقعد تطبق باليومين وبالتلاتة وتيجي في الآخر بعد كده تنام يوم بحاله وبعد كده ترجع تاني تطبق يوم واتنين عدم انتظام يوميا بساعات محددة ده مدمر لي خلايا الجسم ووظائف الجسم عشان كده دايما بنقول انه لازم ننام في ساعات محددة يوميا طيب ننامهم امتى؟ لازم ننام بالليل عشان الناس اللي بتقلب يومها بتنام طول النهار وتصحى طول الليل المخ بيفرز هرمون معين في ساعات الليل هو ده اللي مسؤول على تنظيم وظائف الجسد بشكل عام عشان كده دايما بنقول أرجوكم ناموا ساعات منتظمة من 6 ل 8 ساعات علشان ده ضروري جدا ومهم جدا اشتركوا في القناة